أسماؤك الحسنى ملاء نجناني من أي إعجاز وأي بياني وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان وأنا الفقير إليك فاغمرني غنان يواسعان بعطائه الرحمن ضاقت بعبدك كل أرض رحبة أنت اللطيف به ولطفك حاني ألوذ بأسمائك الوسعات لأغرفاء من حوضه النصف فيا قلب هذا طريق النجاة تماسك به واعتصم واكتفي فهيا إليه تعرف عليه تعرف عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اسم الله المحي المميت كنا نحب شعور أن أنا إنسانة full of life المفعمة بالحياة أحس بكل لحظة كل شي ونسني لازم نعرف أن هذه الحياة لن تأتي إلا من الله المحي لأنه هو الذي يحيي كل شيء يعني مهما أكون في حال أحس قلب ميت مشاعر ميتة ما قاعد أتفاعل مع شيء لازم أعلم بأن الله سبحانه وتعالى يقول لي اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها نفس ما أحتاج أعرف بأن الله محي كذلك لازم أعرف بأنه مميت شنو الشي اللي يطم مني لما أعرف بأنه ربي مميت كل مشكلة راح يلها يوم وتموت كل ابتلاء راح يلها يوم ويموت كل مرض راح يلها يوم ويروح من اللي قاعد يروحها؟ الله سبحانه وتعالى المميت كذلك في بعض مرات شهوات تتمكن من القلب شهوة نوم شهوة معصية معينة أحس أني مقادرة أفتش نفسي منها أدعي الله بإسمه المميت يا رب أمت هذه الشهوة من قلبي أبي أطلع منها أحي قلبي يا رب العالمين واحدة طبيبة ولدها تو ورايح الغربة وتعرفون عادة الواحد ورايح الغربة يعني شعور أن يا أم يا أبو رايح معه أول مرة بيطمنون عليه يشوفون شغله فودت ولدها تطمنت عليه بطريجهم رجعت المطار فبدأ يقول لها يما يعني يريت لو بس تزودين المعاش الشهري اللي أنت يعني ناوية دزيلة لأنه ما يكفي يما يعني كانت تقول لها أنا يابتك ليش أنا يابتك عشان تدرس ما عشان تلعب فسكت وندقر وخلص الموقف الأم ركبت الطيارة ورجعت الديرة عبر المحيط وصلت قالت خلد يزحق ولدي مسجا يقول لها أنا وصلت تزيت لأنا وصلت هدوء والدق ويرد واحد على التليفون كان يقول لها تابين فلان؟ كانت تقول لها إي بس أنت منو؟ كانت تقول لها أنا الدكتور الفلاني في هذه المستشفى الفلانية؟ كانت تقول لها حسة شعور جدي داخلي كانت تقول لها إز هي دد؟ إز هي دي يعني ولدي مات؟ كانت تقول لها نو نوت يت ليحي عايش هي تووى أصلت ديرة وترد تحجز وتركب ويرجع مرة ثانية وتوصل عندها وتطير المستشفى ترى هي طبيبة تخلت لا سألت اش فيه طبيا شرحولي راوني الشارت ولا شي تخلت وتشوف ولدها إيش فيه؟ تشيقل بس ولدك دخل غيبوبة وما ندري شنو فيه طبعا كان الوقت عندهم الفير شذي يعني السحر ووقت الدعاء وتسجد ذاك السجدة وتقول يا رب أنت وحدك اللي تعلم إذا كانت الحياة خير لولدي فيا رب متعب بشبابه وإذا كان الموت خير له فيا رب ريح ولدي ويعني لا يكون في هذه الحالة يعني غيبوبة إلى الأبد وقامت يعني يعني رفعت راسه وهي مطمنة أن أنا يعني خلاص أنا خليت هذا الولد بين إيد الله سبحانه وتعالى المحي والميت وهو بحكمته ربي رح يكتب له عقب ما دعت ورفعت راسه من السجدة كان تسمع صوت في الجهاز ما للتنفس طبعاً النرسات سيدة طاروا لأن الجهاز قاعد يقول أن هذه الرئة حية طبعاً أهم النرسات يقولون لا لا توقع أن هذا تصير باللي فيهم غيبوبة هي سجدت 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 شكر هالمرة لأنها تعلم بأن المحي المميت سمعها واستجاب دعاها وأحيي هذا الولد ويطلع هذا الصوت مرة ثانية وهالمرة يوني النرسات ومعاهم خلاص الدكاترة لأن ويقول لها أنه خلاص طلعي قاعد يقولون لا أنا ما أطلع أنا قاعدة أنا طبيبة وهذا ولدي وأنا بشوفها ويشيلون الجهاز ويحيي الولد ويطلع من الغيبوبة ويشوف ويطالحها يما أنا وين عندما توقن بالله سبحانه وتعالى يصنع لك المعجزات الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رحمك لم أقصد سواك وغايتي قلب يضاء بحبك النوراني مولاي كل اسم يطمئن خافقي يخشاه بالتقوى وبالإيماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر